طبعاً إدارة الاتحاد أحسنت صنعاً بالعودة إلى ملعب الجوهر أنت لو في ملعب الأمير عبدالله الفيصل 27 ألف أنا حرمت نفسك من 13 ألف مشجع حقيقةً الاتحاد اليوم قدم مباراة كبيرة وممتازة خاصةً يعني إذا قارننا المباراة السابقة الاتحاد خلال الثلاثة المباراة الأخيرة سجل هدفين فقط اليوم في واحدة مباراة سجل ثلاثة أقصد مباراة ضمك والشباب والحزم فقط هدفين اليوم سجل ثلاثة هدف شفنا الصراحة تبادل خط الهجوم المراكز سبب إحراج كبير لعب الفتح مكنت لعب الاتحاد الصراحة من صنع الفرص الاتحاد ما زال يعتمد على المرتدة ما زال يترك الاستحوات في نقطة هجوم بتقال على مدرب الاتحاد من البعض أنا أحب أذكر العام الماضي الاتحاد كان بين الشوطين يجي في الشوطة الثانية بمستوى قل هذه السنة بالعكس في شوق الواضح بين الشوطين وشفنا مباراة الاتحاد والأهلي بيجي الاتحاد في الشوطة الثانية بشكل أفضل معناته الناس لازم تصبر على المدرب وتدي فرصة يعمل الاتحاد في تحسن مستوى جيد عودة للصدارة مكتسبات عدة الصراحة خلال مباراة اليوم لكن لا تأتي الأمور دفعة واحدة تأتي حبة حبة الاتحاد الآن في الطريقة الصحيح